من حضر المشمع من فيروس كورونا وها أنا أحذرهم مرة أخرى من بعوض يحمل فيروسات قاتلة هذا البعوض أحبابي كرام سينتشر بادي الأمر في آسيا وأوروبا وسينتقل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية هل سمعتم بهذا الخبر في أي مكان هذا الكلام قاله المعبر المغربي محمد مجاهد وستعلمون قيمة المعبر المغربي محمد مجاهد حينما يتحقق هذا الخبر نعم وتعلمون قيمة هذه القناة التي يحاربها الملايين من الدباب الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر ومرحبا بكم في قناة التقويم وإعادة التأويل نصمر إن شاء الله تعالى في كشف خبايا وأسرار الرؤى المندرة قبل وقوعها أواخر سنة 2024 وسنة 2025 سنرى حروبا متفرقة هنا وهناك إدانا بقرب الحرب العالمية الثالثة الحرب العالمية الثالثة لها مقدمات بطبيعة الحال تكون البداية بحروب إقليمية سواء في شمال إفريقيا أو في أماكن في إفريقيا في الشرق الأوسط في أوروبا وأسيا وحتى في أمريكا كل هذه الأمور ما هي إلا إشارات بقرب الحرب العالمية الثالثة التي ستأتي فيما بعد وقلنا في دروس قديمة المهدي سيخرج المهدي سيخرج بعد الحرب العالمية الثالثة المهدي موجود المهدي ظهر يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى صدقه من صدق وكذبه من كذب المهم هو على الساحة يجاهد بالكلمة وهذه الكلمة بدأ بها المرسلون قبل النزول إلى أرض الميدان ترجمة نانسي قنقر وأعود إلى الموضوع وأقول الأيام القادمة ستكون صعبة جدا ونحتاج فيها لكثرة التسبيح التسبيح فيه نجاة التسبيح يدفع البلاء التسبيح سلاح الأقوية والضعفة التسبيح ديدن الأنبياء والرسل نحتاج إلى التسبيح والذكر فالأيام القادمة ليست سهلة إضافة إلى الحروب هناك فتن كقطع الليل المظلم وهناك فيروسات أخرى ستمتشر ليس فيروس جدر القراضة لكن هناك فيروسات أخرى هذا تنبيه فقط لأن الرؤى المندرة محدرة نأخذ منها التوقعات الشرعية لنحتاط من شر قادم ونساعد له وهذا الهدي قام به يوسف عليه السلام حينما أنقضى مصر من سنوات عجاف بسبب التخزين البحكم بعد تأويله لرؤيا الملك قبل أن أقرأ عليكم نصوص بعض الرؤى أحدكم علما على أنه سنسمع في الأيام القادمة رؤساء دول ينصحون شعوبهم بتخزين الطعام والشراب أقول وبالله السعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله رب العالمين حمد عباده صادقين الشاكرين ونصلي ونسلم على الحبيب المحبوب خير مبعوث للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبابي كرام أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وفي أتم الأحوال والصحة والعافية أسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير دنيا وآخرة ونسأل تعالى أن يحفظنا من شر الحاقدين ومن شر الظالمين ومن شر المنافقين ومن شر العائلين والحاسدين والساحرين ومن شر المدلسين وكل من يتاجر بحد الدين ونسأل تعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى قولوا اللهم آمين ورب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة باللسان يفقه قولي نبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة نصوص الرؤى الرؤية الأولى يقول الرأي رأيت أن البنوك انهارت في جميع مناطق العالم وكان معي عملات فضية وذهبية أحملها في يدي وكنت أردد الحمد لله أن معي كاش الحمد لله أني ما خلت فلوسي بالبنك وحلمت حلم آخر أن الكواكب اصطدمت بالأرض ودخلنا كهف وكنت أحمد الله أننا قمنا بتخزين التمر كان في الكهف أغصان فيها تمر لم يقطف بعد لكن مستوي وعيد قراءة هذه الرؤية يقول الرأي رأيت أن البنوك انهارت في جميع مناطق العالم وكان معي عملات فضية وذهبية أحملها في يدي وكنت أردد الحمد لله أن معي كاش الحمد لله أني ما خلت فلوسي بالبنك وحلمت حلم آخر أن الكواكب اصطدمت بالأرض ودخلنا كهف وكنت أحمد الله أننا قمنا بتخزين التمر كان في الكهف أغصان فيها تمر لم يقطف بعد لكن مستوي هذه الرؤية واضحة وضوح الشمس وهي على ظاهرها انهيار البنوك العالمية في كل مكان نعلم أن الاقتصاد العالمي مترابط وهو كالعقد إذا انفرضت منه عقد الكل سينهار بصرعة البرق ومن هنا نعلم قيمة الذهب والفضة على الورق والأهم كذلك هو تخزين الطعام والشراب تحسبا للأيام السوداء القادمة وأما استضام الكواكب في الرؤية معناها حرب بين الدول فالكوكب يرمز لدولة والكواكب بجموعة الدول ونسأل الله تعالى السلامة إن شاء الله تعالى الرؤية الثانية يقول الرأي رأيت في السماء نجوم كانت حمراء زي الجمر وكانت تطاير كالفشار وشهب في السماء سريعة كالبرق والسماء كان شكلها مخيف وزلزال وتشققات في الأرض ومعنى النجوم الحمراء دول ستدخل الحرب لأن اللون الأحمر يرمز للدم والقتل والزلزال رمز للشدة والحرب الرؤية هذه واضحة وضوحة الشمس الرؤية الثالثة يقول الرأي رأيت ريح حمراء ليس لها أول ولا آخر كانت مخيفة تاريخ الرؤية أبريل ٢٠٤٤ أعيد قراءة نص الرؤية يقول الرأي رأيت ريح حمراء ليس لها أول ولا آخر كانت مخيفة نعم ريح حمراء ليس لها أول ولا آخر هي ريح الحرب دائما اللون الأحمر موجود سبحان الله دلالة اللون الأحمر مخيف أحبابي كراب فحينما نقرأ بعض الرؤى فيها كوكب أحمر أو نجم أحمر أو ريح أحمر أو مياه حمراء أو تصنامي باللون الأحمر فهذه رموز غير محمودة ونسأل الله تعالى السلامة الريح حمراء أحبابي كرام هي ريح الحرب أعيد هذا للمرة الثانية ليس لها أول ولا آخر بمعنى مجموعة دول عالمية ستدخل هذا المسلسل الحرب إدانا أو تمهيدا بانتقلنا إلى الحرب العالمية الثالثة وأنتقل إلى الرؤية الرابعة يقول الرأي شفت أن الماء تجمد في السماء وسمعت كمان هاتف يقول لي إنهيار الاقتصاد العالمي قادم قريبا تاريخ الرؤية يناير 2014 أعيد قراءة نص هذه الرؤية مرة أخرى يقول الرأي شفت أن الماء تجمد في السماء وسمعت كمان هاتف يقول لي انهيار الاقتصاد العالمي قادم قريبا الماء تجمد في السماء معناه أموال الناس ستتجمد في البنوك أعيدها للمرة الثانية معناه الماء تجمد في السماء معناه أموال الناس ستتجمد في البنوك ومعناه كذلك أموال الدول والأرصدة ستتجمد في البنوك معناه هناك تعطيل سيكون حتى في الصادرات والواردات الرؤية هي الأخرى واضحة وضوح الشمس وانتقل إلى الرؤية الخامسة يقول الرأي رأيت أمامي معمل تجارب كل شيء فيه أبيض الجدران الأرضية حتى البشر يلبسون لبس أبيض مثل رواد الفضاء وكانوا بيعملوا تجارب على البعوض وفهمت في المنام لتنقل المرض للبشر وكتب أمامي حرب جرثومية وعيد قراءة نص هذه الرؤية الأخيرة يقول الرأي رأيت أمامي معمل تجارب كل شيء فيه أبيض الجدران الأرضية حتى البشر يلبسون لبس أبيض مثل رواد الفضاء وكانوا بيعملوا تجارب على البعوض وفهمت في المنام لتنقل المرض للبشر وكتب أمامي حرب جرثومية قبل أن أعطي تأويل لهذه الرؤية الأخيرة أقول للمشاهد الكريم أقرأ الرؤى كما وصلتني تقريبا فيها أخطاء ملائية المهم الرؤية واضحة هذه الرؤية أحبابي كرام على ظاهرها وتذكروا كلامي قلت هذه الرؤية على ظاهرها وتذكروا كلام المعابر المغربي محمد مجاهد هناك حرب جرثومية في قادم الأيام وتتكون من خلال حشرة البعوض نعم سينشرون بعوض يحمل فيروسات قاتلة وتعلمون أن البعوض يمتص دم الإنسان سيلعبون على هذه النقطة تذكروا كلامي شيدا ستسمعون في القنوات الإخبارية بعوض قاتل قتل كم شخص نعم بعوض يحمل فيروسات قاتلة حينما تسمعون هذا الخبر على قنوات كثيرة تذكروا كلام المعابر المغربي محمد مجاهد وتذكروا هذه الرؤية وعلموا علم اليقين إنما هي حرب جرثومية نعم حبابي كرام هذه الحقيقة قلت الرؤية على ظاهرها وكنت أول من حضر المشامعات من فيروس كورونا ما زلت أتذكر في فاتح يناير من سنة 2019 قلت فاتح يناير من سنة 2019 أول من خرج أول من خرج وقال هناك فيروس سيأخذ ملايين الأشخاص نعم وسخر مني من سخر وضحك علي بنضحك ولم تمضي السنة إلا وكان فيروس كورونا نعم حبابي كرام كنت أول من حضر المشامع من فيروس كورونا وها أنا أحضرهم مرة أخرى من بعوض يحمل فيروسات قاتلة هذا البعوض حبابي كرام سينتشر بادي الأمر في آسيا وأوروبا وسينتقل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية هل سمعتم بهذا الخبر في أي مكان هذا الكلام قاله المعبر المغربي محمد مجاهد وستعلمون قيمة المعبر المغربي محمد مجاهد حينما يتحقق هذا الخبر نعم وتعلمون قيمة هذه القناة التي يحاربها الملايين من الدباب الإلكتروني عموما وصلت إلى نهاية هذه الحلقة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة